طيب الحياة كمان في تواصل مع الأشقاء الأعزاء في غزة قطاع النشيين في النادي الآله كابتن خالد بيبو كان استقبل وفد ملتقى مدربي غزة اللي طلبوا معايشة مع النادي الآله يمكن دي صحف غزة تحدثت بالشكر ولا شكر على واجب يعني حتى صحف غزة كلها طلعة تشكر النادي الآله وقياداته وقطاع النشيين على استضافة هذا الوفد من مدربي غزة العاملين معايشة مع قطاع النشيين في النادي الآله لا شكر على واجبه ده أبسط حاجة ممكن النادي الآله يقدمها للأشقاء في فلسطين بالإضافة إلى الدور الذي يجب أن يعابوا النادي الآله دائما مع الأشقاء وإنها خطوة مهمة لكن هي أيضا مهمة للنادي الآله يعني أنت لما ترتبط بمدربي القطاعات المختلفة في غزة غزة وفلسطين مليئة بالمواهب ولا يدري عنها أحد وسمعت يعني كان حد كلمني على أكتر من موهبة قلت له أنتم جايين وبإذن الله هتكونوا في مصر يعني يكون فيه نوع من التواصل اللي يسمح بأن احنا نشوف هذه المواهب بشكل جيد مميزة مميزة